الولايات المتحدة والحلفاء يتشاورون لإيجاد مخرج من شأنه نزع فتيل الأزمة المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا والغرب وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي محتمل لكييف وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين التقى في بغلين نظيريه الألمانية والفرنسي إلى جانب وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط تبحث في إمكانية منع تحول الأزمة الروسية الأوكرانية إلى نزاع مسلح مع استمرار التصعيد العسكري الروسي علينا أن نرى إلى أين وصلنا وما إذا كانت لا تزال هناك فرص لاتباع الدبلوماسية والحوار وهو المسار المفضل إلى حد بعيد زيارة بلينكين لبغلين سبقها لقاء في كييف مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي حث خلاله الرئيس الروسي فولوديمير بوتين على اختيار المسار السلمي لحل الخلافات بدلا من المواجهة وفي الوقت نفسه تعمل واشنطن على ضمان الدعم الأوروبي لأي مواجهة محتملة مع روسيا التحركات الأمريكية تأتي قبيل لقاء بلينكين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لتقريب وجهات النظري بعد فشل المباحثات الأخيرة في جناث وبروكسال وفييننا في رضم الهوة الفاصلة بين مواقف موسكو والدول الغربية آملوا بشدة بأن تمكن من إبقاء الوضع على مسار دبلوماسي وسلمي لكن في النهاية القرار يعود إلى الرئيس بوتين يرى خبراء دوليون أن المساعي الأمريكية الأوروبية لحل الأزمة الروسية الإكرانية تصطدم بإصرار موسكو على أن مطالبها غير قابلة للتفاوض بينها ضموا إكرانيا وجورجيا للنيتو وتخلي الأمريكيين وحلفائهم عن تنظيم مناورات ونشر قوات عسكرية في أوروبا الشرقية الأمر ربما يتجه نحو التصعيد خاصة بعد تحذيرات الرئيس بايدن لروسيا وتنديد الأخيرة بشأنها بالإضافة إلى تخصيص واشنطن 200 مليون دولار من المساعدات الأمنية الدفاعية الإضافية لإكرانيا ترجمة نانسي قنقر